السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تطورات غريبة جدا في هذا الإقليم إقليم الشرق الأوسط بعد الضربة اللي قام بيها أنصار الله الحوسي على تل أبي الناس بتسأل فين الرد الإسرائيلي الساروخ اتعامل فين يعني كان فيه سردية كده إن روسيا هي اللي لدت الساروخ لأنصار الله الحوسي وإن إيران لأ هي اللي لدت الساروخ لأنصار الله الحوسي وفي ناس منت غريب شوفتوا في الفيديو بتاعهم براح بيقول لك مصر الساروخ مصري آيات غريبة جدا لكن في الفيديو ده يقيني هقول لك الساروخ ده جه منين؟ الساروخ العملاق اللي عبر أكتر من 2040 كيلو متر من اليمن حتى يصل إلى تل أبي كمان تفاصيل مهمة جدا عن تحالف لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تحالف إقليمي قوي بيضم ناس أو بيضم دول المفروض إن هي كانت في صراع مع بعضها البعض كان في صراع قوي جدا بينهم دلوقتي بقى فيه تحالف بيبرز وبيتشكل والنهاردة ده بشكل رسمي الموضوع لحد مبارح بالليل كان شغل من تحت لتحت تحت الترابيزة وشغل أجهزة مخابرات وشغل محادثات سرية النهاردة خرج للسطح هذا التحالف أيضا ما حدث في الداخل الإسرائيلي يقوف جلنت بعد ما تشال تقريبا وزير الدفاع الإسرائيلي رجع تاني بعد ما كان خلاص حدده اسم الوزير أقادم رجع تاني وأرغم ناتنياهو على أن يكذب هذه الأخبار اللي هو اللي عملها صراحة بسبب ما حدث في الداخل الإسرائيلي وبسبب أيضا ما حدث من يعني ألولات المتحدة الأمريكية في هذا الشأل سر زيارة وزير الخارجية المصري إلى موسكو ورئيس الوزراء المصري إلى السعودية والمؤتمر الصحفي لمسعود بازشقيان الرئيس الإيراني ورسالة الصنوار إلى الأمة العربية عبر الحسيين رسالة كده جواب بعد طوله هنقرأه لكم بس في آخر الفيديو ده رسالة ستثلج صدرنا كلنا وبتأكد لك أن المقاومة مستمرة تحالف حيثياته هتقلب الموازين دعوة إلى طرد إسرائيل من المنطقة ده اللي حصل فعلا وده اللي هيتم إذا اكتمل هذا التحالف ووفق الله سبحانه وتعالى الأربع دول دول أنه هم يصلوا إلى اتفاق يجعلهم يد واحدة تفاصيل مهمة وخطيرة جدا في هذا الفيديو بس قبل ما نبدأ زي ما عودتونا دايما ادعمونا بلايك ويسيب لنا رأيك في التعليقات ولو مش مشترك عشان توصل لك كل جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس بداية كده بعد ما الناس تحتفلت بطبعا بيه الساروخ الحوثي أو الساروخ اليمني خلينا نقول اليمن بلاش جماعة وبلاش نقول أسماء خلينا نقول اليمن نسميها اليمن والجيش اليمني لأن ده أصبح أمر واقع صراحة بعد ما قام الجيش اليمن بيه يعني إطلاق ساروخ هز تل قبيب قولا يعني مادي ومعناوي هزهم بالرشفة وهزها بالانفجار دخل 2 مليون تحت الأرض الناس كلها بقيت تسأل والساروخ ده جيمني الساروخ ده إيراني الساروخ سرعته خمس أبعاف سرعة الصوت قالك الساروخ ده إيراني ولا الساروخ ده روسي ولا فيه تكنولوجيا صينية وفيه حد أقل في التعليقات مبارح من الساروخ ده مصري وأشياء كتير جدا حول هذا الساروخ لكن النهاردة يطلع الموضوع إنه الساروخ صنع في اليمن هذا الساروخ صنع في اليمن وده اللي قاله الرئيس الإيراني لما تسأل من مراسل قناة الجزيرة هل إيران هي اللي قدت السواريخ دي لأنصار للحوسي أو لليمن قال لهم عشان أنقل الساروخ من عندي لليمن هاخد إسبوع هل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ما شافتش هذه العملية خلال إسبوع وقال لهم الساروخ قولا واحدا ليس إيرانيا قال لهم ما لإيه قالوا الساروخ ده يمني صنع في اليمن وإن اليمن بتمتلك هذه التكنولوجيا أي نعم بقى ممكن تكنولوجيا تم نقلها من إيران تم نقلها من روسيا لكن تمتلك هذه التكنولوجيا وإن الساروخ ده تصنع في خنادق وأنفاق أنصار الله الحوسي وتم تجهيزه بهذه القوة حتى يكون رادع لتل أدي يمكن قاعد بقال لهم شهرين مشغالين عليه مثلا أو أكتر يعني بس الساروخ ده بيقلب موازين القوة إذن الساروخ ليس إيرانيا طيب إيه تاني؟ الساروخ يستطيع أن يحمل رأس نوية في المرحلة الجاية وإذا اللي مقلق وراعب في الولايات المتحدة قبل ما يرعب إسرائيل ليه بقى؟ عشان الساروخ محاولات اعتراضه بقت بالفشل مش فاهمين التكنولوجيا بتاعته في العاملة إزاي؟ إزاي يمر هذا المرور دون أن تستطيع الدفاعات الأمريكية اللي في البحر الأحمر أو منظومة القبة الحلدية أو غيرها أنها توقف هذا الساروخ إذن هذا الساروخ يشكل خطر كبير جدا على العصابة الإسرائيلية كمان مسعود بازشقيان أكد على الفيديو اللي احنا طلعنا بيه في وقت متأخر مبارح وقلنا أن فيه تحالف بين دول عربية وبين إيران وبين تركيا الفيديو دا لو عايز تسمعه تشوف كل الحقيقيات والتفاصيل كتير جدا هنسيبه لكم في الوصف لكن عشان أقول لك بقى إيه اللي حصل؟ أن مسعود بازشقيان كأنه بيخطب وبدأ استشهد بالقرآن الكريم واستشهد بالأحاديث النبوية الشريفة وقال نصا كده إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخوائكم صدق الله العظيم وقال أن لازم يكون فيه تعاون بين دول المنطقة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة إسرائيل وقال كمان فجر مفاجأة قال لك بدعو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لزيارة إيران وهيكون عندي وقت وهيكون سعيد جدا إذا دعيت لزيارة السعودية وليكون فيه تعاون متفاهم وبشكر روسيا وبشكر الصين اللي عملوا تقارب بنا وبين السعودية وفجر مفاجأة على اغتيال إسماعيل هنية قال اغتيال إسماعيل هنية كان هدفه جر إيران في حرب إقليمية حرب هدفها إبادة إيران والقضاء على برنامج النووي الإيراني وزعزعت استقرار إيران وإن إيران ما بلعتش الطعم إيران ما بلعتش الطعم وتحتفظ بحق الرد لحد دلوقتي وكمان هقولك إن ده من بين السطور ده انتصار للرئيس الإيراني مسعود بساش قيان لأنه هو اللي كان بيتبنى عدم رد قال لك ما نردش ونشتغل على برنامج النووي ونسكت لما يبع عندنا قوة الرد نرد وكان رأي المرشد عريخة منئي والحرس السور الإيراني المخترق كان رده نحن نرد لكن انتصر الرئيس الإيراني برأيه ولم يأتي الرد الإيراني ووضح ده إنه يعني مش عايز ينقاط في حرب قد تهلك إيران وتسكت النظام الإيراني المفاجأة الثانية إنه بيتطلع إلى عمل مشترك مع تركيا شوف السياسة ليس فيها عدو دائم ولا صديق دائم يعني انبالح ونشوفين مصر وتركيا انبالح لواء في الماضي البعيد يعني مصر وتركيا مفيش علاقات دولياتي شوفنا زيارة الرئيس السيسي وزيارة الرئيس التركي قبلها وفيه علاقات وعودة العلاقات وعمل عسكري مشترك السعودية وإيران كان فيه حرب قوية جداً بينهم وحرب من الوكالة دلوقتي شوفنا بينهم تعاون أيضاً كان فيه مشاكل بين إيران وتركيا دلوقتي المشاكل دي بيتم إزابتها وبيتم تشكيل تحالف بين مصر أيوة تركيا أيوة السعودية أيوة إيران تمام كده أربع دول ذات ثقل إذا تم التحالف بينهم هيكون قوة راضعة للكيان الصهيوني المحترم وده اللي أكده رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر محمد حسين سلطاني قال إن الأزمات أصفرت عن تحالف غير موثق بين إيران ومصر وتركيا والسعودية وقال في تصريحات لوكانة الأنباء الإيرانية إثنى إن حجم التطورات والأزمات اللي تشهدها المنطقة لسيام حرب غزة أدت للتشكيل هذا التحالف عفوياً بين القوى الإقليمية مؤكداً أن ثمرة هذا التحالف والتعاون هي تدافر جهود تسوية الأزمات الإقليمية وقال إن التحالف ده يعني هيكون قوي وإن مصر بزلت جهد كبير جداً لتكوين هذا التحالف إذن الكلام على التحالف لو كنا بنتكلم عن قراءات وتحليلات أمس النهاردة التحالف أمر واقع الرئيس الإيراني بيدعو الأمير محمد بن سلمان لزيارة إيران وبيقوله أنا عايز دعوة لزيارة السعودية بس تعتقدر تأمنه؟ يعني دي متبقى مشكلة كبيرة جداً لو ما تقدر تأمنه ممكن تكون زيارة الرئيس الإيراني سابقة للسعودية توقع دي أو يكون اتصالات هاتفية بينهم أو يجتمعوا على أي مكان آمن لأن فعلاً إيران غير آمنة عشان يكون صريح وواضح معكم فيه اختراكات كبيرة جداً في الجانب الإيراني النهاردة وزير الخارجية المصري موجود في روسيا بيعمل يعني مؤتمر صحفي قوي وبيؤكد على مبادئ مصر وأهداف مصر في إنهاء الحرب ليس على حساب القضايا الفلسطينية وحل الدولتين وبيتهم يعني أنت لو شفت المؤتمر صحب بيتهم ناتنياهو أنه هو المتعنت وأنه هو وقف إطلاق النار هو اللي هو يعني في ضد وقف إطلاق النار وأنه هو اللي بتواجده في محر فلادلفيا عامل أزمة وهو اللي مش عايز الرائن وهو اللي بيشحل المنطقة صراحة يعني ما خباش دي جزئية طب الجزئية التانية الجزئية التانية بيتكلم عن حاجة مهمة جداً تساعد وتدفع لإيقاف الحرب على الشعب الفلسطين وده اللي قالها وزير الخارجية الروسي وزير الخارجية الروسي قال لك أنه هو مستغرب أن الولايات المتحدة الأمريكية وقفة في ظهر إسرائيل في كل جرائمها ضد كل القوانين والموثيق الدولية أنت طبعاً يعني أنتشوف روسيا بتدعم فلسطين ولكن هي بتكيد الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تدعم فلسطين عشان وقت المتحدة الأمريكية دخلها معها في حرب في صراع أكرانيا ما هو أصبحت حرب المصالح وإذا لطلاقت المصالح حتى مفيش مشكلة لأن التحالف ده محتاج قوى إقليمية تحميد قوى إقليمية متمثلة في الصين ومتمثلة في روسيا إذن أنت عندك يعني حلف قوي جداً قد يؤثر على المشهد بشكل كبير جداً خصوصاً أن السعودية بدأت تشك في مجيء ترامب لأن ترامب علاقاته وإسا بالسعودية فإذا جاءت كاملة هارس فلا أنا هروح لإيران عصاف في حكاياتي ما أنا مع إيران ومع أنصار الله الحوسي وهقعد معهم زي ما هما مصر دعاتهم من المجيء إلى القاهرة عشان يتعاونوا أو يحصل تصفية للقضية اليمنية وينتهي من كل هذه الخلافات ويكون في حضور سعودي ويتم الاتفاق على كل شيء عشان تهدئة المنطقة وده ما يخص التحالف اللي خلاص بيتشكل وندعي يا ريت يا جماعة كلنا ندعي أن يتم هذا التحالف ويتم هذه القوة عشان وضع إسرائيل إذا تم الاتفاق بين هذه الدول الأربعة هيختلف وهيلقوا رادع هيلقوا أعمالية رادع ولو ما اتفقوش ستأكل إسرائيل الدول العربية وأمريكا من ورائها واحدة والأخرى منفردة تتجه على الأردن ثم مثلا إعراق ثم سوريا ثم لبنان على وشك الدخول في لبنان ثم دولة بعد دولة إذن لو في تحالف ده مش هيحصل المفاجأة بقى والخبر الصار اللي قلتلكم عليه في آخر الفيديو هي رسالة المقاتل والفدائي والقائد يحيى السنور ده الوصف لهذا الرجل الذي يقاتل من داخل غزة يحيى السنور بعث الرسالة إلى أنصار الله البوسي أنا أقرأ لكم الرسالة دي بيأكد أنه هو مستمر في القتال وأنه عامل حسابه أن الحرب مهما استمرت هو مستمر خلينا نشوف هذه الرسالة بتقول إيه أولا يسعدني أن أكتب لكم هذه الرسالة في ذكرى المولد النبوي الشريف ونحن نخود سويا معركة طفان الأقصى المباركة طفان الأقصى وجه ضربة قوية للمشروع الصهيوني في المنطقة بشكل عام يسعدني أن أشكركم على العاطفة الصادقة والمشاعر الفياضة والإرادة صلبة التي رأيناها منكم في معركة طفان الأقصى لقد استيقظت فلسطين على خبر عملياتكم ضمن المرحلة الخمسة من مراحل مشاركتكم في معركة طفان الأقصى أبارك لكم نجاحكم بوصول سواريخكم إلى عمق كيان العدو متجاوزاً كل طبقات ومنظومات الدفاع والاعتراض عمليتكم في عمق الكيان تعيد وهج معركة طفان الأقصى وتؤثر على قلب تل أبيب من جديد عمليتكم النوعية أرسلت رسالة للعدو عنوانها أن خطوط الاحتواء والتحييد قد فشلت وأن تأثير جبهات الإسناد يأخذ منحنى أكثر فاعلية وتأثيراً أبطال الجيش اليمني العزيز أبدعوا في تطوير قدراتهم العسكرية حتى وصلت إلى عمق الكيان الغاصب أبرق بالتحية للشعب اليمني العظيم الذي ما فتئ عبر التاريخ عن نصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة ولا تزال ميادين اليمن العزيز تشهد على مواقف الشعب اليمنية من قضية فلسطين إسبوعياً منذ بدأت معركة طفان الأقصى يعيش شعبنا في قطاع غزة بين حالتي المعاناة من العدوان والحصار والمقاومة الباسلة التي تقودها كتائب القسام التي خاضت هجوم السبع من أكتوبر باقتدار قل نظيه وتخوض معركة دفاعية على مدار عام كامل أرهقت العدو وأثخنت فيه أطمئنكم بأن المقاومة بخير وأن ما يعلنه العدو محض أكاذيب وحرب نفسية أعددنا أنفسنا لخوض معركة استنزاف طويلة تكسر إرادة العدو السياسية كما كسر طفان الأقصى إرادته العسكرية تضافر جهودنا معكم ومع إخواننا في المقاومة الباسلة في لبنان والمقاومة الإسلامية في العراق سيكسر هذا العدو وسيلحق به الهزيمة ده كان جزء من رسالة يعني إيحا السنوار بيقول أن هم عامين حسابهم على حرب طويلة الأمد وبيقول أن الفترة اللي جاية هيكون فيه عمليات قوية جدا في تقارير بتقول أن السابع من أكتوبر قادم ذكرى طفان الأقصى سيشهد مفاجأة بكده نكون يعني رصدنا كل ما ضار خلال الساعات الأخيرة في أقز الملف أتمنى أن نكون وضحت لكم الصورة بشكل واضح وصريح من كل الجوانب في النهاية نضع الله سبحانه وتعالى أن ينصر أخواتنا في غزة وأن يحفظ مصر والأمة العربية وأن يؤيدها ويجمع كلمتها على ما فيه الخير للأمة العربية شكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته